هناك مركز آخر في النجف اسمه مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وقلت لكم أكثر من 345 كتاب طبع خلال هل 10 سنوات 20 سنة ونشر سواء هم أنتجوها أو طبع أو كتب القديمة والأخرى للترويج لفكرة الإمام المهدي وضرورة الاعتقاد فيه فيجي هذا السؤال أنه طيب منه يقول ما مات هذا افترضه مولود نفترض هو افترضات وهمية كلها افترضنا أنه هذا الإنسان مولود من قال أنه لم يموت منه عرف أنه منه شارفه حتى يعرف أنه ما مات على أي أساس افترضته أنه حايل اليوم موجوده هو فالشيء مضحك حقيقة ولكن هذا العقل مجمد فمركز الدراسات التخصصية التابع لمكتب السيستاني يقول أن عدم الإيمان بدوام حياته في الغيبة الكبرى يستلزم منه الإيمان بوفاته في الغيبة الصغرى أنه مات هذا ذلك الأيام منتهت الغيبة الصغرى وهذا لا قائل به طيب إحنا شارعي إذا ما أحد ما قال ناس جمدين أقولهم لازم نتبعهم يعني بالظن أو عدم الإيمان بولادته أصلا أنه أصلا ما مولود هذا راح انتفت الإمامة يعني يعني يصل هو يكاد يقول أنه إذا قلنا لهذا الإمام ميت يعني راحة نظرية الإمامة انتهت هي نظرية بادت وانتهت وانقرضت وماتت ولدت ميتة الفرقة الثنى عشرية العقيدة الثنى عشرية وهذا يلزم منه انخرام الإيمان بالأئمة الثنى عشر هذا الإيمان ينخرم يعني يخرب وخروج من يلتزم ويؤمن ويعتقد بذلك عن مذهب الإمامية الاثنى عشرية طيب وما هو؟ هو المذهب اختلق واختلاق ما إلى وجود لا بالقرآن ولا بالسنة ولا على أهل البيت المذهب الاثنى عشري اختلق في القرن الرابع الهجري ما كان موجود ويصبح واقفيا فهنا المصيبة العظمى أنه إذا واحد اعتقد أن الإمام الثاني عشر هذا اللي افترضناه مات شنو يصير بالدنيا بشنو يحسروا الواقفية هم واقفي هم واقفوا من ذاك اليوم الى اليوم شنه يصير واقفي يعني وتلحقه احكام الواقفي في التعامل معه شنه احكام الواقفي في التعامل مع الواقفي يعني شنه يعني شنه ما يجد واحد زوجة ما يصير واحد عاملة يبيع ويشتروا اياه ثم ماذا يعني صار واقفي ولا ما صار واقفي شوفوا وهذا اثر عمليون اخر شوفوا بانين افتراض الاعتقاد بأنه حي على شنه ما عدوا ميقين ما عدوا مألم ما عدوا أي ألم أن يتبعون إلا الظن ظنون فقط افتراضات ظنية فهذا المكتب السيد السستاني المفروض يقود الحركة الثقافية مرجع المرجع والمرجعية شو سوي شنو مهمتها قيادة الحركة الثقافية الإسلامية وتوجيه الناس وإرشادهم وإيبث هالخرافات والأساطير مكتب ومرجعية مرجعية خرافات وأساطير مو مرجعية إسلام ولا مرجعية أهل البيت حكي بصفت ما عرف من الكاتبة الكلام ما عرف من الكاتبة ما يحطون أسمعهم بس باسم مضلة السستاني وناس يكتبون كما يشاءون يجي أخ من الأخوان يعلق الأخ عباس الحسناوي مو صديقنا هذا عباس الحسنا واحد آخر يقول أخي الكريم آمنا ببقائه حيا هذا السل إذا ذول اللي بالحوزة ومكتب الدراسات التخصصية اسمعوا وهمية حقيقة لا عدم دراسات ولا تخصصية بس موضوع أشكل يقول فكيف بعمة الناس اللي هم لا قارن لا كاتبين يقول آمنا ببقائه حيا كما أنتم ونحن آمنا منو أنتم منو نحن ما أدري كما أنتم ونحن آمنا ببقاء الخضر عليه السلام حيا وكذلك النبي إيسا عليه السلام وكيف رفعه الله إليه ولا يزال حيا إلى الآن وأيضا أن بعض الأنبياء قد وصلت أعمارهم إلى الألف سنة وبعضهم إلى تسعمائة وخمسين عام هذا دليل على بقاء الإمام حيا لاحظوا شون منطق وشون دليل وشون استدلال حول هذا الموضوع طبعا هذا ما أخذ منه المركز الدراسات التخصصية فأجبت يا أخي الكريم لقد ذكر القرآن الكريم طول أمر النبي نوح فقط ما ذكر غيره من الأنبياء أمر طويل ما أدري منين جاعبه ويقول بعض الأنبياء قد وصلت أعمارهم ألف سنة ما عدنا هذا منين منين جبت الكلام ما أدري يقول أيضا ولم يذكر أن الرجل الصالح في قصة النبي موسى عليه السلام اللي يسموه الخضر بالقرآن ما يقول الخضر أنه هذا باقي حيا أيضا ما قال فد واحد مروية إيسا مروية موسى وصارت ركبه بالسفينة وانتهى الموضوع ما يقول لهذا الإنسان باقي إلى اليوم حي وكذلك لم يذكر أن النبي إيسا حي إلى الآن فقد قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي في كلام عن الوفاء أيضا رفع معنويا الله ما جالس بالسماعة السابعة فوق ورفع النبي إيسا لفوق هذا كلام يعني ما المجسمين يقوله وإذا كان النبي نوح عليه السلام قد عاش تسعمائة وخمسين سنة فلا يجوز القياس عليه بالدعاء حياة أي إنسان آخر بالعدلين نجي نقيس والقياس ليس من مذهبنا القياس وذور الجماعة كلها بالقياسات الظنية أو الافتراض على فرض وجود ذلك الولد عملا علما بأنه لا دليل على ولادة ولد الإمام العسكري أساس القضية من الأساسية ما مطروحة ومؤكدة فضلا عن القول بامتداد حياته بصورة غير طبيعية هذا يخالف المنطق القرآني اللي يعتمد على العلم مو يعتمد على الظنون ولكن صاير ديننا لعب صاير مراجعني لعبون بالدين ولا مراجعني لعبون بالدين ويسوون أشياء من أدهم بدون أي دليل لا دليل قرآني لا دليل من السنة لا حديث من أهل البيت لا دليل من التاريخ فقط قاعد وها قال لك إذا أنا افترضت هذا الإمام المهدي موجود لازم أفترض مرة ثانية أنه حي إلى الآن وإذا ما افترضت أنه حي رح تخرب عقبتي أصير واقف وصير واقف إن شاء الله شي يصير بعدين بالدنيا وخلصنا من الكلام هذا اللي ما إلى طعمه خلنا ننطلق للحياة ونعمل بحياتنا إحنا من دون ما نربط أنفسنا بأشياء غير صحيحة وغير موجودة فمتى نخرج من هذه الثلاجة صارنا 1200 سنة طبعا خرجوا الآن الشيعة تقريبا منذ خمسين سنة خرجوا من هذه الثلاجة الثلاجة التاريخية اللي مجمدين بها العقل وما يقبلون يشغلون عقلهم والآن أي واحد يجي يقول يا بشوي يشغل عقلك شلون أنت افترضت هذا الحي على أي اساس آمننا وسلمنا أنه هذا مولود طيب شلون باقي على قيد الحياة ونقلك شفته أنت تعرفه ولا فقر هكذا بالظن والوهم والوهم والافتراض وهذا ما يجوز نبلي لازم إذا كنا فعلا متدينين ونحب أهل البيت ونحب الإسلام لازم نرجع للقرآن الكريم شوفوا القرآن كيف يقول ثلاث آيات تنهان عن اتباع الظن أقرار لكم إياه مرة ثانية حتى تتأكدون قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا ما عدوا ما يعلم إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون هذا تنطبق علينا تماما ترى على المرجعية القاعدة بالنجف وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم مشاعركم قبل ألف سنة ما أنزل الله بها من السلطان إياه تتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس صار الدين بالهواء ولقد جاءهم من ربهم الهدى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا